السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة باسي سري اكرام كيف ترونيكم اليوم الجديد والمميز معي عندي معكم اليوم حصة الكيك كارتون كوميك كيك مميزين بثاف أعياد الميلاد خصوصاني الحياة و حتى الناس كبارين يأتي بطريقة رائعة و سنجربه معكم بطريقة الكيك سوف نرى و تعجبكم الطريقة السهلة في مدى قديمه يتبع في المراكز التجارية الكبرى فقط فكرة تجربة معكم أو تجربة معكم ولكن تستحق تجربة نتمنى أنكم تجربوها و تردوا لي الخبر هذه العلبة هي 20 درهام و بالنسبة للمقادر مضبوطين فيها و فيها 330 غرام يعني تخرج 1 كمية العشرة من الناس هذا براونيز إذا نبدأ على بركة الله لدينا هذه الأسات البيضة كيف لا ترى و 4 كاس الزبدة لا ترى لدينا البيضة كيف لا ترى المستحضر يتعلم بودر 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 و تعمل زيت و البيض الزبدة الزبدة لا تكون سخونة لا ترى جميع المكونات هذا براونيز سهل و اقتصادي و اغزال و سهل في التحضير و سهل و سهل في الخدمة لا ترى مشكلة سواء في التقطاع او في المونتج خلطة 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 سخن سوف نقوم في السركل و السلوف لا يوجد شيء طويل أو مستطيل أو مستطيل أو دائري لكم الاختيار تصرفوا براونيز كبراونيز عادي و لكن سأجرب هذا القطو سأجرب و نعود هذه التجربة لا تبقى على المتتبعات المتتبعين بكل ما هو جديد و مميز وسهل إطالة خلطة ندخل الفران في مدة طيب تقريبا 1-10 دقائق حتى 4 ساعة درجة الحرارة 170 درجة من فوق أو من تحت سوف ندخل تحضير تغليف سوف ندخل شوكولة و الكريم تقريبا 1-10 دقائق حمام مريم و تستخدم لكم الاختيار سوف نستخدم كريم ديبلومات كحوشوة أصفر بيضة بيضة كاملة كريم باتيسير و السكر نضيف الحليب في نار منيل ثم نضيف الحليب سوف نضيف الحليب سوف نضيف الحليب و سنتحضر نضيف احضر كخيما 인جم سوف نضيف حليب السكر بالتحريق ون سوف نضيف تغذير الخة ثم يجع نضيف ملعقة كبيرة للبخاليني للتنسيم اختيار كريم باتيسير كريم ديبلومات تعتمدها بأي نوعها نضيف ملعقة بيسير نضيف ملعقة بصلوبة نضيف ملعقة جيدة نضيف الكريم نضيف الكريم بردس نضيف الكريم بل ماء لا يمكنك استخدام ماجيك نضيف الكريم أبداً جميلة اضافة بالكريم ستضع الجيلاتين لكو الملحة تضع الجيلاتين و تضع السلطة يجب على الاحيان كيك تكون لديه ثم تنقل يمكنكم داخل المنطج احتاجة الارضة نستخدمه في المنتج تجعله غير راسكم غير راسكم نخدمه لكم الاختيار اخذت سرق 10 سنتم و اقمت به خرجت اربعة منطقة ينضي الأحيان يقومون بمعلك سوف ملعقة في مرات الجزيرة نضيف المرات تحتاج الكلام سوف نضيف المرات يضيف المرات ثم نضيف المرات نجرب هذا الكيك المستحضر ونشاركه معكم لا أقوم بعمل الحشوة طبقة المقرمشة لا أقوم بعمل الكراميل ونشارك معكم فكرة نغلفه وندخل الزجاج برد حتى يتمسك جيد لا أقوم بعمل لا أقوم بعمل بالنسبة للغانج نستخدم شوكولات لا نستخدم انغوباج بالنسبة للمقادر سوف نقوم بأسفل صندوق الوصف سوف نقوم بعمل الغانج وندخل الزجاج برد حتى يتمسك جيد سوف نقوم بعمل بالنسبة للمقادر والميزون بلاس في عجينة السكر بالنسبة لطرق التغليف في الفيديو سوف نقوم بأسفل صندوق الوصف في الفيديوهات أخرى فيها شرح مفصل على طريق التغليف بالغانج طرق مختلفة وطرق أخرى في المونتاج كيك ديزاين وحتى بالنسبة للتغليف العجينة السكر سلينها بالغانج سوف نقوم بتغليف بالنسبة لطريقة التغليف بالنسبة لطريقة التغليف بالعجينة السكر سوف نستخدم الطريقة السكر سهلة عمليا ولا تطلب عانا ولا تأخذ سكر هذه الطريقة سوف نشاركها معكم في الفيديوهات أخرى وهذه هي المعتمدة سريعة في الخدمة وكيف ترى طريقة سهلة سوف نقوم بتغليف بشكل مفصل سوف نقوم بتغليف فيديوهات أسفل صندوق الوصف ودائما عندما تخرجنا نقوم بتغليف بمسح بورق المطبخ بمسح ونشف تماما لكي نغلف بعجينة السكر لا يخرج نقوم بتغليف قم بتغليف فكري فتكلم أو جلر سوف نستخدم جمال كما تحضر جمال اجل سوف نقوم بتغليف المحضر ونستخدم أحضر سوف أن تكون سوف نقوم بتغليف يجب أن ترسيه على أشياء ورقة ورقة يجب أن ترسيه على أشياء عشوائي يجب أن ترسيه على أشياء عشوائي يجب أن ترسيه على أشياء هذه الماء فهو ترسيه على أشياء عشوائي يمكن أن ترسيه على أشياء الماء ترسيه على أشياء عشوائي ومتعين كل ما كانت الحجم فيني كل ما كانت ساعتين العين مزيانة وانا كن بخلش عليكم بالمعلومات انتم ما ما سبخلوش عليها باللايك ديالكم بالكومنتر بالبارتاج بالاشتراك في القناة يعني هذا يشجعني انني يقدمكم الجديد والمميز وكل ما عنده شي فكرة مرحبا على رأس العين اتواصله معي في صندوق الوصف او لا حد اذا موقع تتواصل اجتماعي مرحبا بكم في اي موقع وحتى في التك توك ساقص عليها العجينة كيف ما كنتشوفو احديث ومغزل ساقص عليها العجينة كيف ما كنتشوفو عجينة السكر من الفق وفينيتها طبعا قديت للجواني دياله ودفا غدي نشكل معاكم انا نوريكم احجور دياله زواقات يمكنكم استعملوهم من الفق اما هذا الشكل هذا يجيب حل تقريبا بحل كعكة ويمكنكم تعملو فيها شميعة في الوسط تبا غزالة السهلة استخدام غير البند هذا الشكل الأول ونزل على القطب كل سهولة رائع في المنظر في حالة الساعة سأنتظر في نسيون الثاني هذا هو الشكل الأول بالنسبة للشكل الثاني سنستخدمه هذا الشكل يوجد هذا يوجد الحراب المتحدة وقوم بإرسال حرابا وقوم بإرسال قطبيب وقد أملأ عليه لن نحن نخشف بإرسالها وقوم بإرسالها لن ندرئ كيف ترون كافه نجد جوج الاب انضم اخشيها في القطو اضعها بشاب راسا نظر الكثير عجينة سكر الكحلة و اعجينة سكر كحلة نقي لا تشوي بخاطئ يساعد على العجين والسكر و لا يساعد على ماء زينب خصوصا في هذه الألوان يكون غامقين باقي البيض لا يوجد مشكلة سوف نقوم بعمل حريب لتصغير و سوف نتراسي بها كما ترى شعري ترقي وق و سوف ندل لصق و سوف نتراسي و الحشي خفيف مجددا و كما ترى بالضوء نضع التراسي و الحشي و قمت بزن the cod و بنكتراسي و الحشي فاستخدام التراسي و الحشي يمكنكم تعملها حتى بالألوان يمكنكم تعملها حتى بالألوان فقط تستخدم حتى بالألوان في المنظر حتى هي رائع و جميلة يجب حل مرسوم سوف نعطيها أكثر على أي شكل سوف نعطيها خفيف و ضريف سوف نعطي شرائط أخرين سوف نعطيها في الحشيات و من تحت و من فوق و حتى بالألوان سوف يكون عشوائي ليس شرائط طوالين يعني عشوائيين سوف نعطيها غير فلوسات سوف نعطيها غير صغيرين قطعهم غير بيدكم يعني عشوائيين وهذا هو الشكل النهائي أتمنى أن أعجبكم و تكون فكرة مفهومة و واضحة أن هذا كامل سوف نجرب معكم هذا الكيك صراحة في المتاق و جاء رائع بثاف كيف تشاهده خفيف يعني لا يطلب بثاف و في نفس الوقت كيفه جدا و حتى كفكرة جديدة يعني جميلة تقدم هناك مرحلة و أيضا و إضافة و خدمة و تتكلم و أتمنى أن تكون مزيد من الدعم و إشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد و مميز أشكركم جزيلا ندونكم رائعين وإلى اللقاء